المعمرون حول العالم يحتفلون بعيد ميلادهم يعيشون لحظات سعيدة وسط الأهل والأحبة وبين الأحفاد دون اكتراث لسنهم العمر مجرد رقم كما يقولون قبل أسابيع احتفلت أكبر معمرة في العالم بعيد ميلادها وهي البرازيلية المسنة أمانتينا دوفير جيم والتي تعرف أيضا باسم دونا جوليا وهي من سيرا جاياس بولاية برانا في البرازيل هذه الجدة ولدت في الثاني والعشرين من يونيو حزيران عام 1900 يعني عمرها الآن مئة وأربع وعشرون سنة مئة وأربع وعشرون سنة هذه المعمرة ولدت بالضبط قبل ستة أشهر من وفاة الملكة فيكتوريا بحسب سجلات معاشها التقاعدي وهي بذلك أكبر شخص على قيد الحياة في هذا العالم ويحتفل بعيد ميلاده وربما تبحث عن عريس أكبر شخص على قيد الحياة في الثاني والميلاده وربما تبحث عن عريسي أكبر شخص على قيد الحياة في الثاني والميلاده وربما تبحث عن عريسي والبولو دي بوليفلو وهي كعكة محلية تقليدية مصنوعة من دقيق الكسافة والكسافة دقيق خال من الحبوب والجلوتين ومنخفض التأثير على مؤشر نسبة السكر في الدم فضلاً على أنها لا تعاني من مرض السكري أو صداع أو ارتفاع ضغط الدم ولا تتناول أي أدوية تحب ارتداء الأقراط الأساور حتى مصبغ أضافرها إذا لاحظتم فكيف كانت ردود الأفعال والتعليقات والأراحة حول هذه المسنة كانت كالتالي نبدأ من تعليق كتبه أبو عمر يقول أبو عمر الخلف إعادي بس كان على زمن نبينا نوح عليه السلام يعيشون أكثر من هذه المرأة عندي جدي عاش 108 عام الحمد لله كانت بصحة وبخير وبفضل من الله تعليق آخر من وعد فاعور على هالحال لازم يكون عمر ابنها 100 سنة حطوا شيء يتصدق على كل حال الله يطول بعمرها وأيامهم ما كان فيه إثبات للعمر أيضاً تعليق من تحسين هسه منه يقول هاي عمرها 124 وشلون تتذكر مواليدها أكو شهود على ولادتها لو كلهم ماتوا أكو شهود بالمنطقة اللي كانت بيها قبل لو ماتوا إذا هيتش يعني أصغر أبنائها عمره 80 سنة تعليق من عولة عدنا وحدة بالقرية كل من نروح هناك نشوفها يقولون عمرها 117 سنة تمشي وتأكل وتشرب وبعدها بحيلها بس طبعاً ملامح الوجهه تغيرت أيضاً تعليق ومداخلة أخرى وهذا تعليق من عبدالله يقول زين إذا عشت 60 سنة آني بسبب هالأكل الدهين اللي ناكله والثريد واللحم كل واحد بطناش كبره وتجي كل أمراض القلب والضغط والسكر وتالي ينجل طويوقها ياسر الخفاجي يقول والله عمي زين تشوف وتتذوق وتدرك اللي حولها وتعرف من يمها وما عدها زهايمر هذا فضل من رب العالمين ومدارات الصحة وأكل قبل ممثل أكلنا هسة كل أمراض أسمنة تشتركوا في القناة شكرا